طيب السعودية بتهدد ازاي السعودية بتهدد على لسان احد الصحفيين وتركي الدخيل طبعا صحفي سعودي مشهور كتب بيقول العقوبات الامريكية على الرياض تعني ان واشنطن تطعن نفسها ده كلامه اهو مدير العربية يهدد امريكا حيهددها بايه يا ترى حيهددها بقدرته على الرضع ولا انه حيسحب فلوس السعود من هناك لا حنجيب الروس يعوده عندنا وحنعمل علاقات مع ايران تعالوا نشوف ده اللي جا في مقال تركيا قال تركي الدخيل مبارح من على موقع العربية نت بيقول في كلامه الرياض عاصمة والمس بها سيصيب انتاج النفض قبل اي شيء حاوي اخر بيقول كمان ايران ستكون اقرب الى الرياض من واشنطن بيهدد امريكا بعلاقات ايرانية مش بس كده يعني ما فيش عداء هو لحاجة ده هي علاقات مش اكتر بيقول التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وامريكا ودول الغرب سيصبح جزء من الماضي يعني بيهددهم بالارهاب اذا ما تعاونتوش معنا احنا كمان مش هنتعاون معاكم نقول لكم مين الارهابيين ولاد بلدنا السعوديين يعني ده كلام روسيا والصين بديلتان جاهزتان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها ولا يستبعد احد ان تجد من اثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تابوك ليه لان في قاعدة عسكرية امريكية في حفر الباطل تحول حماس وحزب الله من عدوين الى صديقين دي انا 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 ايسف في اللفظ ولكن احنا بنتكلم عن استريبتيز سياسي تركي الدخيل بيلعب استريبتيز سياسي بيهدد امريكا بيعلاقته مع حماس وبيعلاقته مع ايران بيهدد الامريكان علشان يسكتوا عن جريمة حصل اتجاه مواطن سعودي داخل قنصلية السعودية